كل حاجة في حياتي هي والدتي ووالدي صراحة أنا بيتهايلي أي واحد من غير أم ولا أب طبعا أن هم بيدعولوا ودعواتهم على طول لي في أي وقت بيتهايلي كل الشيء عندي والدي ووالدتي في حاجات كتير الحمد لله والشكر الله ربنا اكرمني فيها حاجات كتير قوي إن كان الشهرة أو المادة أو حب الجمهور لي أو حب الناس ليه حب بلدي دي حاجات مش هقولت لها في لسول حاجة لأ دي كفاءة دعوة الأم والأب ليه وفي أي مكان بخش فيه بتايل أي حاجة بحققها أو أي إنجاز بعمله أو أي مطش بتقلق فيه بتايل أم وأبي هم لهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لأن أنا في حاجات الحمد لله قبل كل مورا لازم أكلم والدي ووالدتي بطلب منها على طول دعوتها باستمرار لأن أنا بحس إن ممكن في أي وقت ممكن يخش فيها جون وممكن بدعوة أم وأبويا مقدرش ممكن أنقذ هدف أو أنقذ فريقنا مثلا من هزيمة والحمد لله حاجات اتحققت معايا كتير اتحققت معايا كتير لما بسط ضرب الجزاء بلعب مباراة نجم المباراة فيها حاجات كتير حققتها وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى سم أم وأبويا ترجمة نانسي قنقر